اشتركوا في القناة دي حلقة من سلسلة حلقات حكمة الحياة الحلقة النهاردة عنوانها موقف العبادة الوجهية موقف العبادة الوجهية طبعا ده واحد من مواقف مولانا محمد بن عبدالجبار النفري في كتابه الأجمل المواقف والمخاطبات والنفري توفى في أرض مصر المحروسة عام 354 هجرية وإحنا منها تأمل في مواقف النفري علشان نتعلم من حكمته وإشراقاته المدهشة قبل ما نبدأ الوجهية المراد بيها لوجه الحق سبحانه وتعالى لوجه الكريم ووجه الله وردت في القرآن في خمس آيات أشهرها بصورة الإنسان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور في كتب التفسير هنا فيه عبارة جميلة أوي والله ما قالوه بألسنتهم ما قالوش الكلام ده ما قالوش نطعمكم ولكن علموا الله علمه الله من قلوبهم ما قالوهوش بلسانهم ده قلوبهم فأسنى عليهم جميل كده كلام جميل إنما نطعمكم لوجه الله ما قالوهاش ببقه لكن في قلوبهم قلوبهم يعني هو بيعمل ده بيطعم الطعام ليه لوجه الله مش لأي سبب تاني لوجه الله وهذا الموقف بيشاور على هذا الموقف الداخلي هذا الموقف الداخلي للإنسان إنه حضرتك بتعمل ده ليه بتعمله ليه لوجه مين هل قلبك فعلا بتعمل هذا الموقف لوجه الله هو ده اللي بيحاول علمهولنا مولانا ده موقف رقم أربعة وسبعين موقف العبادة الوجهية بيقول فيه مولانا أوقفني في العبادة الوجهية وقال ليه هي صاحبة الروح والريحان عند الموت وقال ليه العبادة الوجهية طريق المقربين إلى ظل العرش طريق المقربين إلى ظل العرش هنا نقول لكم حاجة مذهشة مولانا عفيف الدين التلمساني وهو بيشرح هذا الموقف قال إيه بقى على دول قال طريق المقربين إلى ظل العرش هم العباد ده مستوى العباد ظل العرش ليس للأولياء إن في مستوى الأولياء أعلى من المستوى العباد فظل العرش ده بتاع العباد مش بتاع الأولياء والحقيقة ده كلام عجيب جدا الحقيقة ده كلام عجيب عجيب ليه عشان عندنا حديث موجود في البخاري ومسلم متفق عليه من الحديث الصحاح سبعة الظلم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله إيه بقى هم السبعة إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله رجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه رجل قلبه معلق في المساجد رجلان تحب في الله ورجل دعته امرأة زيت منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه دول السبعة المسكورين في كتب الأحاديث فهو يعتبر إن الولاي حاجة أعلى من كده ماشي بيكمل مولانا نفري قال لي يا صاحب العبادة الوجهية وجه وجهك إلي الحق سبحانه وتعالى بيتكلم بيقول وجه وجهك إلي وجه وجه همك إلي وجه وجه قلبك إلي وجه وجه سمعك إلي وجه وجه سكونك إلي الله مقصود الحضور الدائم مع الحق الحضور الدائم مع الحق بكل جوارحك بكل ملكاتك بكل ما أنعم به الله عليك تتوجه بيه إلى الحق سبحانه وتعالى بيكمل مولانا نفري قال لي إنما أشهدتك الآثار بعد الآثار لأذهبك عن الجنة والنار لأن الآثار هي الأغيار وقال لي لا أرضى لك أن تقيم في شيء وإن رضيته أنت عندي أكبر منه فأقم عندي لا عنده جميل حق سبحانه وتعالى بينبهنا هنا على لسان مولانا نفري إنه ربنا عايزك إنت عايزك إنت يا أيها المخلوق عندما تدرك حققتك إنك إنت عبد فتقوم بدورك في الأمودية ولا تتعلق بالأشياء ولا تتعلق بالأحوال ولا تركن إلى شيء ولا حتى الجنة ولا النار زي ما قلنا قبل كده العارف طيار لا يقيم في شيء لا يتشبس بالشيء هو كده ماشي مسلم أمره لله كما ربنا يشاء يكون وزي ما قلنا في موقف سابق للنفري العبارة البديعة أحبابي الذين لا رأي لهم مع الحق سبحانه وتعالى مش مع الناس ومش قد فهو ده لا تقيم في شيء وإن رضيته أنت لا تقيم في أي شيء ولا حال من الأحوال يوقفك عنده حقيقة هذا موقف قال فيه مولانا كلام كتير لكن خلصته ببساطة ووضوح لحضراتكم إنها بيعلمنا كيف نسلم نسلم الوجه لله ونسلم الأمر لصاحب الأمر ويبقى كل همك يا أيها السالك على الطريق إلى مولاك كل همك كل قلبك كل روحك معلقة به وحده سبحانه وتعالى هو دي الرسالة اللي بيقولها لنا في هذا الموقف اللي خدنا منه شزارات صغيرة لكن في هذه الشزارات حكمة بقلغة من حكم مولانا الدفاري والحكمة كما تعلمه ضلت المؤمن ورأس الحكمة مخافة الله